عربيتنا النهاردة نرسيدس بنز جي تي بس ان الجي تي عادية نهاردة معانا نرسيدس بنز جي تي برابوس 800 دي لوحدها بفلوس كتير قوي تعالوا نتفرج عليه العربية اللي معانا النهاردة او سمكة القرش اللي معانا الشارك اللي هو قدامنا دا هي عربية مرسيدس بنز جي تي بس مس جي تي عادية الجي تي الفتي ثري والسكستي ثري الاي ام جي محركاتهم ربعمائة وتلاتين حصان ستمائة وتلاتين حصان وكسور الاكسور موضوعنا مختلف خالص احنا معانا برابوس 800 800 حصان 800 حصان دا معانا ان المحرك متعدل او المحرك فيه موديفيكيشن معمول بخليها الباور بتاع العربية بيوصل ل800 حصان هنعرف عن المحرك داتا اكتر من كده لما ييجي وقت الموتور هنتكلم دلوقتي على الديزاين الشكل البيشيل او الهيكل بتاع العربية هو هيكل الجي تي العادية بس فيه كوزماتيكس فيه مكياج مختلف خالص عن الجي تي اللي بنشوفها اذا كنا بنشوفها يعني طبعا الجي تي العادية اصلا برقم العربية دي سيمبلي مضروبة في اتنين يعني لو الجي تي الفتي ثري مثلا بعشرة جنيه دي بعشرين جنيه احنا بنقولش اسعار بداية هناخد الشكل من قدام عينين العربية المنظر اللي احنا شايفينه ده حيث العربية مكشرة يعني عاملة كده يعني في حاجة مكالضمة في الموضوع الشبكة الكبيرة قوي دي اللي مدية شكل اجريسيف اكتر او شكل شراني عربية شرانية كده باكستضام المتعدل ده تماما عن اكستضام الجي تي الكربون فايبر بيتس ان فيسيز اللي محتوتين بالليب اللي تاح بالانتيكس اللي اكبر من الحجم الطبيعي طبعا معليهاش لوجو مرسيدس خالص معليهاش لوجو مرسيدس لا على الكبوت ولا على الشبكة كله بي تاعة برابوس طبعا عليها دي اكسبت العربية لونها اسود ودي من الالوان اللي دايما الناس بتفضلها في العربيات النوعيات دي اسود فراني وعادة بتبقى حاجات مط بس العربية اللي معانا النهاردة لونها جلاصي الانتيريور الازرق ده هنتكلم عليه لما ييجي وقت هناخد الشكل من الجنب الجانت بتاع العربية طبعا مقاسه كبير والجانت ده في العربية دي مختلف ورا عن قدامه يمكن قولنا في فيديوهات قبل كده ان عادة بيحطوا الجانت اللي ورا اعرض من الجانت اللي قدام عشان يدي stability اكتر او يثبت العربية اكتر ظهر لازم يبقى عريض عن الوش عشان السبات بتاع العربية انما الجانت هنا كمان غير انه ورا اعرض او القفس ادتاعه مقلوب لبرا الجانت اللي قدام اصغر انش او بوصة من الجانت اللي ورا الجانت اللي قدام 21 انش والجانت اللي ورا هنتفرج عليه دلوقتي 22 بوصة الديزاين بتاع الجانت اسمه برابوس مونو بلاك زي بلاتينوم اديشن اسم يعني هو عشان قد الجانت 22 انش الجانت اللي قدام قولنا 21 اللي ورا 22 نرجع ورا شوية طبعا قبل ما نمشي من عند الحاجمة دي مش عايزين ننسى الكاليبرز اللي لونها ازرق واللون ده انت بتقدر تطلبه فيه اوبشنز تانية يعني عادة العربات الرياضية او السوبر سبورت بيبقى الكاليبر احمر او اصفر زي ما بنشوفه في فراري الكاليبر هنا معمولة ازرق عشان تبقى ماشية مع الانتيرير بتاع العربية اللي كله ازرق بس ممكن يتطلب اصفر ممكن يتطلب احمر ممكن يتطلب اسود بس اللي عندنا هنا زي ما بنقول ازرق لا فيه ستة بستنز يعني اللي بيمسك الفرامل ستة ست بساتم مش زي اي عربية عادية اتنين او اربعة الديسك الكبير بتاع الفرامل الفنتد ودريل مخرم كله عشان يهوي على الفرامل العنيفة بتاعت العربية ديها هنرجع بالديزاين بتاع الجنب نكمل هنا الانتيك اللي زي اللي في الجي تي بس هنا ديكرومد او بلاكد اوت كلها اسود هنلاقي الكتابة كلها اللي على العربية لونها اسود كلمة بايتوربو مع ان العربية سودة بس الكتابة برضو بالاسود و800 بالاحمر عشان تبقى هايلايتد هي دي الحاجة المهمة في الحكاية كلها المراية مختلفة عن مراية الجي تي دي مراية برابوس معمولة بالكربون فايبر بالكافرز بتاعتها فيها الاشارة العادية بتاعت مرسيدس السايد سكرت او العتب مختلف برضو عن الجي تي العادية ده برضو تعديل برابوس الاوكر ما فيهاش الحتة الكروم اللي بتبقى هنا اللي فوق كلها اسود عشان برضو تكمل الشكل الحاد او حدية العربية او الجد اللي هي فيه طبعا بباني العربية زي ما احنا شايفين فريملس او من غير قوائم الباب اللي وراء واللي قدام والباب اللي وراء كمان بيتفتح الازاز ويفضل الشراعة او التريانجل اللي وراء ده لوحده ده بيدي برضو العربية شكل رياضي اكتر يمكن الدخول والخروج وراء مش ايزي اوي مش سهل زي العربيات السالون او السيدان بس العربية دي من فئة الجراند كوبي او الكوبي فور دورز فدي فئة بتجمع بين انها عربية رياضية نفس الوقت عربية عائلية شنطة كبيرة في مكانين وراء طبعا مش ثلاث اماكن هما مكانين لان فيه كونسول في النص قاسم الكراسي فاحنا عندنا عربية عائلية ينفع اتنيني عضو وراء اتنيني عضو قدام شنطة كبيرة قوي رومي لان دي طبعا ليفت باك شنطة بتتفتح كلها الفوق فالموضوع يمشي performance وعفراتها وسواقة ويمشي practicality يعني عملية تقدر تروح وتيجي بيها عادة بيقولوا على الجي تي كفئة من العربيات يعني انها عربية ينفع تروح بيها الشغل وينفع تروح بيها التراك إنما البرابوس ال800 ينفع تروح بيها الشغل بس لازم تروح بيها التراك طبعا واحنا قبل ما نوصل للجنط الخالف المولدينجز او الباكتات او الحاجات اللي مفروض تبقى كروم دي مطلوبة في العربية دي دي كروم او كروم دليتت بيسموه او بلاك داوت لان دي بلاك كلاين او بلاك اديشن العربية كلها اسودات فيش اي حاجة فيها برايت ووركس او كروم طبعا ده الجنط الخالفي نفس ديزاين الجنط اللي قدام بس الأفصد بتاعه قلب لبرا عشان يبقى طالع برا العربية اكتر ومقاس العجلة اعرض وكمان الجنط زي ما قولنا اكبر انش من الجنط اللي قدام ده 28 اللي قدام 21 بلاس ان الفرامل بتاعت العربية انا نسيت يمكن اقول عليها قدام الديسكات نفسها سيراميك او سيراميك بريكس عشان تدي تهوية افضل وفرامل الايفيشنز بتاعه يبقى اعلى من كده من العادية رجوعا للجنط الخالفي طبعا العربية فيها فانوراما سقف كله فانوراما بس ما بيفتحش فانوراما سابتة يعني من جوه انت عندك كروف كله ازاز ترانسبران تقدر تشوف الدنيا فوق عملت ازاي وانت ماشي بس ما بتتفتحش لان طبعا الاضاءة لوحدها كافية هنرجع ورا على الدالفانوس بتاع الجي تي العادي جدا ضهر البرابوس الـ 800 الجي تي فوانيس دي هي نفس فوانيس الجي تي العادية بتاعت المرسيدس بنز الظهر بالشكل العام كله شبه الجي تي او هو هو علامة برابوس بدل علامة مرسيدس زي قدام زي ما شفناها على السنتر كابس بتاعت العجل مفيش اي حاجة بره مكتوب عليها مرسيدس غير الدريكسيون اللي حنشوفه جوا طبعا السبويلر الرياضي ده ده زي بتاع برضو الجي تي العادية بس فيه موديلات تانية بيتعدل بيتركب حاجة اكبر من كده كربون فايبر بيبقى مقاسه مختلف عنده شوية بس ده الستاندرد العادي بتاع الجي تي المصيبة بقى كلها كبيرة في الاكس دام الاكس دام ده طبعا مختلف تماما عن اكس دام الجي تي خاصة الكوزماتيكس او المكياج اللي معمول تحت بالكربون فايبر الديفيوزر الفضيع اللي ورده الشاكمانات مختلفة تماما طبعا صوت العربية اكيد هنسمعه صوت مختلف خالص عند الجي تي كانت لسه دايرة من شوية مع الجي تي الفيتي ثري صوت في حتة تانية خالص الام تيكس اللي هنا او الفنتيليشن اللي من هنا بالكربون فايبر اي براوز اللي موجودة دي ده الكلام ده كله برابوس او كلام ده كله في العربية دي تحديدا بلس الحركة اللي عجباني بتاعة الكلام اللي مكتوب بالاسود على عربية سودا برابوس وإيت هندرد واللوجو كلهم بالاسود على عربية سودا طبعا دول لو عالعربية بيضة او عالعربية فضي برضو حيبو اسود بس هو هنا الفي شكله أحلى وهي كلها اسودات في بعض ده ده ضهر العربية تعالوا نتفرج على شنطة العربية بما اننا جينا هنا الشنطة طبعا بالكهرباء الفتح والقفل بتاعها زي عربيات كتيرة موجودة دلوقتي بس القصة كلها في الاسبيس الاسبيس بتاع الشنطة بلاس كمان انك ممكن تفتح الكنبة او تقلب دهر الكنبة مش بتاعة حاجة عربية سوبر سبورت طبعا العربية دي في فئة السوبر سبورت بجدارة دي 800 حصان فما هياش عربية عادية يعني فلما يبقى فيها شنطة بالحجم ده ويقدر يركب فيها أربعة انفار ويحطوا شنطهم الكلام ده ما بيحصلش في عربية كتير يمكن في حاجات كتير جران كوبيت بس لا هم 800 حصان ولا هم بالاسبيس دي كلها تختار حاجة من الاتنين يا ده يا ده يا بيرفورمانس وانجين وعفراتة يا اما براكتيكاليتي وعملانية عملية يعني وتحط حاجتك وتركب ناس وتروح مشاويلك فالاتنين مع بعض الكمبرمايز ده ما حصلش في عربيات كتير لحد النهاردة دي شنطة البرابوس 800 نقفلها من هنا ويلا بينا نشوف الانتيرير بتاع العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة